ونحن على أبواب العودة إلى المدارس تسعى وزارة الداخلية للقيام بعدة حملة خاصة بالسلامة المرورية وقد ركزت هذه الحملة على الأطفال تحت عنوان عيالنا بعيوننا بهدف دوعية أولياء الأمور وسائق المركبات بمخاطر الطريقة التي تؤثر على الأطفال وهم ذاهبون إلى المدرسة رسالتي هذه ودي أوجهها حق ولي الأمر خلك حريص وساعدنا على أساس أن ابنك يروح المدرسة بسلام يرجع بسلام لا تعتمد على السائق ولا تعتمد على العاملة المنزلية تمنى من ولي الأمر أن يذهب مع الابن أو الابنة للمدرسة قبل يوم أو يوم المدرسة ويحاول يعرف السائق على ماكن الصحيحة للوقوف وأيضا كيفية إنزال الطفل إلى المدرسة والتأكد من دخولها إلى المدرسة ويعلم العاملة المنزلية ويعلم أيضا السائق هذه الأمور حتى نقي أبنائنا من شر الحواجت ومن شر المعاسي من خلال هذا المعرض يصير تواصل مباشر مع أخواننا المواطنين نوضح لهم الرسالة أو الأخطاء التي تسير في كل سنة شو الأخطاء التي تسير عندنا من ناحية مرورية ومن ناحية أمنية كذلك حملة عيالنا بعيوننا التي أقيمت في مجمع الأفنيوز شارك فيها العديد من الجهات المختلفة وحتى الأطفال لتثقيفهم بالسلامة المرورية وخاصة ربط حزام الأمان وخلال عبوره الشارع الأطفال هم نواة المجتمع وهم المستقبل فإحنا نحاول كثر ما نقدر أن نعرفهم على المفاهيم المرورية والأخلاقيات المرورية من يومهم صغر أهداف الحملة تتحقق من خلال تضافر الجهود الحكومية والخاصة ليكون هناك مفهوم لدى الجميع بدعم السلامة المرورية نحن نتعاون معها من زمان وهو برنامج بورشا كيتز درايفينج سكول مدرسة تعليم الغيادة للأطفال وهو عبارة عن برنامج للأطفال فيه جزء نظري وجزء عملي يقدم الأساسيات السلامة على الطرقات حق الأطفال بخصص حق الأطفال لسلامة الأطفال لابد من توعية يبدأها الأهل وتكملها النظم التعليمية فراقب أطفالك ولا تضعهم يعبرون الشارع وحدهم كان هذا فحوى حملة عيالنا بعيوننا اشتركوا في القناة